هنا في قرية بعمران وعلى تخوم جبل عرباطة بقفصة لم تبقى إلا آثار من قضوا هنا وهم خمسة عناصر إرهابية كانت قوات الأمن قد جعلتهم مرمى هدفها يوم أمس عملية مماثلة كانت قوات الأمن قد نفذتها في الثامن والعشرين من مارس الماضي في مرتفعات سيديعيش انتهت بالقضاء على تسعة قيادات إرهابية بارسة وبذلك تتحول هذه الجبال إلى مقبرة لأعداء الحياة أما أهل هذه القرى النائية فما فتئوا يؤكدون أن بذرة الإرهاب لم تنبت هنا ولن تنمو يشكو سكان قرية بعمران الفقرة وقلة الموارد لذلك اتخذوا من مرتفعات الجبال مورد رزق الناء سواء بالرعي أو بالعمل في مقاطع استخراج الحجارة رغم قلة الحيلة فإن العطاء وفداء الوطن عقيدتهم فمنذ أيام فقط زفت القرية أيمن المسعودي شهيدا على إثر عملية بنعون بالنسبة للجبال الضائد تعيش في عائلات مشوا ناس معناها عائلات كبيرة مشي معناها عائلات صغيرة معناها فما جي ستة ولا سبع عائلات معناها بمعيزهم بغنمهم بزويلهم وكل عايشين غريكة ما يعرفوش البلاد تمام أولاد ما يعرفوش البلاد أصل هنا يعرفوا هذه كل بلاس ذلك وما شفوش الحواج عمليات أمنية متتالية ساهمت في القضاء على بعض العناصر الإرهابية لكنها لم تبدد المخاوف من أن يتمكن الإرهابيون من تنفيذ هجماتهم منطقة كلها بريسك منطقة جبارية وعرية ياسر وتنجم تكون معنا محد من الإرهاب نرجو من الأمن والصلاة العمومية كلها من الدعم المنطقة هذه والدعم المواطنين بريسك بكلهم ضعف الحال يرجع البعض النجاح الأمنية في مواجهة ظاهرة الإرهاب في قفصة إلى غياب حاضنة اجتماعية كبيرة للإرهابيين إلا أن أطراف أخرى تعيد هذا النجاح إلى كونها جهة مكشوفة ويصعب معها تحصن الإرهابيين وبين هذا وذاك يتفق الجميع على ضرورة التحلي باليقظة اشتركوا في القناة